الرئيس سبون يزدي تعليماته للحكومة بوضع رزنامة للزيارات الميدانية الولائية للوقوف على المشاريع التي تهم الجزائريين بناء على الأولوية في التنمية المحلية والانشغالات الحيوية اليومية للمواطنين لا يمكن أن نتصور تنمية وطنية أو تنمية غيرها من دون التركيز على التنمية المحلية لهذا الغرض أو لهذا الأساس لاستدراك ما يكون استدراكه لتفادي الوعود الفارغة لتفادي تقديرات غير دقيقة غير سليمة وطبعا للتكفل الجيد بانشغالات المواطنين لإرضاء الشعب الجزائري تقليص الاجتماعات إلا للضرورة وتوجيه كل الجهود إلى الميدان تجسيدا للبرامج الموعودة كما سطر لها بهدف المرور للسرعة القصوى لإنجاز الأنشطة التنموية لصالح المجتمع المحلية دسول جديد ركز كثيرا على ضرورة تجسيد آليات ما يعرف بالديمقراطية التشاركية من خلال المجتمع المدني من خلال الجمعيات طبعا وضرورة مساهمتها في تسير الشؤون العمومية خاصة على الصعيد المحلي إرساء مقاربة شاملة للتنمية المحلية يتطلب استراتيجية بآليات متنوعة وفعالة أبرزها الآلية التشاركية التي تدفع بمقاومات التنمية وتخرجها من قاع الخطابات السياسية والاقتصادية إلى أرضية الميدان